موسيقى محمد طبعا قبل ما ابدأ الحلقة طبعا يا جماعة احنا بنحمد ربنا على سلامة الزميل العزيز الاعلامي المحترم الكابتن محمد الشنطوري الف سلام عليكم ان شاء الله ترجع علينا لسبوع جاي بكل حيوية ونشاط ونقولك مساء الشنطرة يا كابتن محمد ندخل بقى النهاردة يعني سؤال طبعا كان عندنا برضو الكابتن حسين طلعت كان ضيف النهاردة مع الكابتن محمد جمال ولكن احنا بنعتذر لانه عنده اصابة مفاجئة في مباراة الدخال طبعا كابتن محمد جمال لعبت للزمالك والمقاوني العرب ومنطقة بمصر وحاليا مشرف على اكاديمية ام جي لتسويق وتدريب وتأهيل النشئين عايزين حضرتك في عجالة ايه دور اكاديمية ام جي وانت ناوي توصل بها لحد فيه يعني الاول الحمد لله انا دلوقتي مشرف في اللجنة الفنية في نادي الزمالك للنشئين وده شرف كبير ليه قوي لان ابن من ابناء النادي ومن نشئين نادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك عشر سنين والحمد لله في مرحلة النشئين لعبت في جميع المنتخبات نشئين وشباب وقلومبي حصلت مع نادي الزمالك على ثلاث بطولات مهمة جدا وانا صغير سن صغير بطول الكاس افريكا اللي انا اخذتها مع منتخب الشباب تحت السبعتاشر سنة ولعبت كاس عالم هنا في مصر ودي ناس قليلة اللي تعرف الجيل بتاعنا لعب كاس عالم واخدنا مركز متقدم مركز خامس هنا كان منتخب قوي جدا بقادة دكتور محمد علالله رحمه وكان معاه كابتن شوق غريب والجيل بقى بتاع محمد ابو العلا وإحمد بلال وهاني سعيد ومحمد فضل والمجموعة الكبيرة دي مش عاوزة انسى حد يعني الحمد لله الواحد عنده خبرات كويسة جدا اتمرنت تأسست في نادي الزمالك مع مداربين كبار جدا منتخب مصر برضو اداني خبرة كبيرة جدا فما الواحد بطل كورة يعني انا الحاجة الوحيدة اللي انا بعرف عاملها كرة القدم اللي اتعلمتها من صغري والحمد لله كان سفرتي سفريات كبيرة جدا ففكرت اول حاجة اللي انا عاملها اللي انا بافتح اكاديمية وبالفعل الحمد لله يعني مش عاوز اتكلم كتير عشان اتدعاية وكده بس الحمد لله انا دلوقتي فتحت اكاديمية دي هدفها التسويق اللعيبة المميزين وتاني حاجة تعليم اللعيبة اللي هي البعيدة قوي يعني فيه لعيبة بيجي لك الولد حبيب كرة قوي بس مش بيحب يعني مش بيعرف يلعب فبنأسسه وبنعلمه كويس جدا ودي بديهم بقى يعني خبرات وبعرف وليه الامر برضو لان يعني للأسف الفترة دي فيه موضوع نصب كبير جدا سبوبة يا كبتن في الاكاديميات معظم الناس يقولك هأيد ابنك في نادي يطلع له كابنيت تحت كورة وبيطلب بما بيلك خروفية خمس تلاف وست تلاف عشان الولد يتأيد والآخر بيلاقي نفسه متأيد في وسط اربعين لعيب واللي بيلعب منهم حداشر والولد ممكن ملعبش فانا بقول لهم يا جماعة اللعيب اللي يتأسي الصح يلعب بدون مقابل يعني دي ما فيش واحد يلعب في نادي بمقابل دي يعني يعني لازم نشرحها لأولاء الأمور لأن في ناس يعني للأسف بيستغلوا الموضوع ده ومدربين ووكلة يقولك ابنك هطلع له كرنيت تحت كورة وللأسف وللأسف الولد بيروح هناك بيدفع مبلغ كبير وبعد كده اشتراك شهري كانه أكاديمية بالزبط والآخر ما بيستفدش أي حاجة وسبوبة لواحد ممكن يعيد اربعين لعيب ياخد من كل واحد خمس تلاف جنيه يعني له مبلغ كبير جدا يعني بصراحة أنا مش عايزة أقول لفظ يعني مش حلو عشان السادة المتابعين بيعملوا حاجة اسمها كابتل محمد في القطاع الناشئين ده ألف وبيه وجيم بالزبط عشان يملى فيه اللعيبة بالأعداد بقى اللي حضرتك فهم بالزبط كده فأنا يعني الأكاديميات يعني هدفها الرئيسي عايد توصيل اللعيب أو يخليه مميز جدا تمام وفي حتة الاستلام وتسلم لكرة القدم أساسيات كرة القدم أساسيات كرة القدم اللي احنا بنشرحها كلها والولد بيزيد دول ما هو مع مدربين مميزين تمام اللعيبة مميزة فأنا بقلهم مش كل اللعيبة الكويسين بيلعبوا في الزمالك والأهلي تمام ممكن تلعب في نادي متوسط وتشارك بالصفة يعني أساسية أساسية وبعد كده بإذن الله هتقدر وإنت كبير وبتلعب وبتحتكي كثير اللي عنديها الكبيرة يعني عاوزة تتعاقد معاك وأنا هاخد من كلام حضرتك برضه كابتن محمد إن شاء الله كل التوفيق لأكاديمية ام جي اللي حضرتك مشرف عليها وأنا عارف قدرات حضرتك كويس وأكيد لعبت حضرتك بقى ولعبت الأكاديمية متابعينك دلوقتي وإحنا بنزفلهم خبر اللي افتتاح إمتى يا كابتن هو إن شاء الله احنا ابتدينا رسمني من واحد واحد بس اللي افتتاح الرئيسي إن شاء الله لو في واحد ثلاثة لإما واحد خمسة بإذن الله لسه مقررتش كل التوفيق كابتن محمد بإذن الله وفي مجموعة كبيرة إن شاء الله منهم يشرفونها في الأندية الكبيرة إن شاء الله وأنا كوكيل لعبين سابق للعيبة كبيرة أي لعيب ما هيقبأ مميز إن شاء الله هرشحه للأندية الكبيرة إن شاء الله هاخد بقى جماعة يعني أنا بزف خبر جميل جدا وأنا سعيد بيه للغاية بجد وده خبر مفاجأة لكل ناشئين جمهورية مصر العربية بعيد عن اتحاد القورة وبعيد عن وزارة شاب والرياضة وبعيد عن الأكاديميات وبعيد عن الأندية إن شاء الله خبر حصري ولكن أنا بطم الناشئين مصر في هذه الحلقة سوف يتم احتراف فتح باب الاحتراف الخارجي وبدون مقابل وركز على حتة بدون مقابل مادي إن شاء الله بعد ما تبعد فيديوهاتك والناس المسؤولين في الأندية الأوروبية يعني نعرض عليهم الفيديوهات دي هيتبعت لك تذكرة سفر وتأشيرة ومرافق ومرافق مع الولد الناشئ ودون مقابل ودي إن شاء الله هتبقى حصري عندنا في برنامج برنامج والقرى والجمعير أنا بزف الخبر ده لجميع ناشئي مصر إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله مصر تبقت بالدنيا ندخل بقى في حلقتنا الساخنة مع مع الكابتن محمد جمال طبعا جايب لنا خبر حصري يهم كل زمالكاوي كابتن علي غزال بعد أن كان أقرب لنادي الزمالك إلى أن غير وجهته إلى نادي لاريسيا اليوناني خبر ده لسه حصري عندنا في القرى فعلا أنا مبارح وأوقع بالليلة ولسه مكلمني بعتلي لأن علي تشرف اللي أنا كنت وكيله هنا في مصر علي غزال العيب دولي وكبير لعبت ضده وهو لسه في بدايته في وادي دجلة وعرفه كويس جدا من شخصات المحترمة ولعب جوكر بمعنى الكلمة بيلعب وسط الملعب ممكن يلعب مدافع كنت شايفة كتن محمد أنه كان يبقى ضفى النادي الزمالك في الوقت كنت أتمنى كنت أتمنى بس المشكلة في نادي الزمالك عندهم مكان واحد بس فهم حبوا يجيبوا مهاجم آه مهاجم هو الأقرب لا كسونجو كسونجو إن شاء الله بالنسبة 99% خلاص هيرجع فهو لولا بس لو فيه أماكن تانية لأنه يعني الناس ما تعرفوش اللي قاعد مع كتن أحمد مرتضى منصور عيو واتكلمه وكان فيه نية كبيرة قوي اللي هو يجي نادي الزمالك بس للأسف المكان هو طب هل المقابل المالي ممكن يكون طمع شوية كابتن محمد ممكن لأن علي برضو يعني بقاله فترة محترف برة والأسعار برة أنت حضرك عارفها عالية قوي آه فما جيه هنا برضو اتكلم في كلام ممكن يكون علي شوية عيو فضلوا نادي الزمالك اللي هو برضو ما عملش فجوة كبيرة ما بينه ما بين اللعيب الموجودين عشان ما يعملوش يعني مشكلة كبيرة دايب وبجانب اللي هو كانوا محتاجين الصفة الأساسية كاسونجو لأن مصطفى محمد بصراحة و و و وعمر السعيد يعني محتاجين حد تالت معهم لأن خالد بطايب بصراحة كان بعيد أو عن مستوار إضافة نادي الزمالك كاسونجو كبونجو تمام لأن الزمالك فعلا خسر كتير قوي السنة اللي فاتت مع عرف ما بين الدورين وكان الزمالك ماشي بشكل كويس طبعا أنا دخلت في الحلقة سريعا كابتن محمد جميل وأخباره حصرية أفكركم بس بس بسؤال الحلقة هل يستحق كأزار وصالح جمعة فرصة ثانية مع النادي الأهلي ياريت تتابعونا من خلال الأرقام اللي تظهر على الشاشة بقى أرأكم أول سؤالي النهاردة بقى مع الكابتن محمد شيكبالة مع شوق جماهير نادي الزمالك يسجل بقميص الزمالك لأول مرة منذ عامين ونصف إيه رأيك في أداء شيكبالة في مبارات الجونة يا كابتن محمد عموما طبعا شيكبالة لعيب يعني مش عاوز الناس تقول عليهم مبالغ أسطورة من أسطورات كرة القدم زيه زي العيبة كبيرة جدا يعني أنا شايف بعد كابتن حزم إمامي كبير مفيش حد يجي في الزمالك زي لعب مهاري ويتوفر في جميع مواصفات وقائد كمان يعني حتة قائد دي بتبقى ميزة كبيرة جدا لأن شيكبالة ده يعتبر أخويا الزغير اللي حقنا وإحنا في الدرجة الأولى وكمان اللي ما يعرفوش اللي إحنا كنا في مدرسة واحدة مدرسة المهوبين رياضيا شيكبالة وإحمد حسن ميدو كنا يعني مجموعة كده طبع منتخب مصر بس أنا كنت أكبر منهم شوية وسابقهم شيكا من يومه لعيب موهوب يعني الإصابة عطلته كتير كتير والفترة اللي فاتت دي كان عنده دور بردي جامع جدا وأنا كنت في نادي الزمالك كان عضو في نادي الزمالك عضو عامل ودايما متواجد بمجال شغلي في النادي فبتابعة التدريبات كلها كان عامل فجوة كبيرة جدا فترة اللي فاتت دي ما رجع إدى روح عالية جدا للفريق واستغربت اللي هو يعني اتمرن ثلاث تدريبات وبدأ المطش أنا كنت مشفق عليه جدا بس شيكا زي ما قلت لحضرات كده أسطورة عالية جدا زيه زي اللعيبة الكبار نزل مركز كان قائد وجاب جون أنا شايفه جون مميز جدا فيستحق شيكا أكتر من كده وإن شاء الله يكمل المحلة الجاية بعد عودة شيكابالة إن شاء الله كابتن محمد انت شاف إن شاء الله بيحجز مكانه أساسي في الفريق وعمل إضافة وعمل يعني الفرق بالنسبة للعيبة اللي قاعد عندك بالزبط كده يعني بيدي انتباع كبير ما بيقبع كابتن الفريق وبيعمل المجهود الخرافي ده بأكيد المنافسين اللي هناك في مكانه بيحاولوا يبزلوا أقصى ما عندهم وده في مصلحة الفرقة طول ما انت عندك لعب واثنين وثلاثة في نفس المستوى كل واحد بيحارب عشان يلعب مكانه فده في مصلحة الفرقة طبعا حضرتك عارف إنه ده الهدف 58 في مسيرة شكبالة مع ناد الزمالك الهدف رقم 58 ده قليل على يعني عشان ملعبش كتير شكبالة ملعبش كتير في مصر شكبالة احترف فترة كبيرة قوي في اليونان وده اللي أخره يعني أنا متهيقلي لو شكبالة فضل من ساعة مصعد دوره منتاز من 2004 مع ناد الزمالك بقاله ما شاء الله بقاله 16 سنة متهيقلي لو كان شكبالة بيلعب في زمانك من ساعة ما احترفش الفترة الكبيرة دي كان دخل ناد الزمالك بسهولة بسهولة قابل عبدالله سعيد ببريكله على عبدالله لعب جميل جدا ولعب مؤسر جدا هنيجي لعبدالله فببريكله اللي هو دخل ناد الزمالك نروح لحديث الشباك زي ما بيقولوا واللي عامل حالة قلق في الدور المصري كهربا نجد من ناد الأهلي يسجل هدفين ويصنع السيسة في مباراة تانتا انت شايف أداء كهربا والتحول للهجوم لنادي الأهلي والفوز بخماسية نظيفة في شباك نادي تانتا ايه رأيك في أداء كهربا وهل هينجح رغم الضغطات اللي يعني على عاطقه بعد انتقاله من ناد الزمالك لنادي الأهلي يعني أنا شايف بصراحة أي لعيب في المرحلة دي هيلعب في المكان ده هيقبى مميز الأهلي مستر فيلنر عامل مجموعة كويسة جدا عامل طريقة كويسة في ميزة كويسة لكل الناس اللي بتلعب بتأدي فيها بشكل كويس فكهربا لعيب مميز وكل حاجة بس يعني للأسف برضو يعني أنا كزمالكاوي بتكلم هو طبعا ابن من أبناء لدي الأهلي أول حاجة وبعد كده راح أم بي وبعدين الزمالك اشتريه عيو وبدأ يظهر نجومته في ناد الزمالك وحتى الزمالك يعني أعاره في السعودية وبصراحة يعني يعني كهرباء زي معظم اللعيبة زينا كلنا من عائلة بسيطة مسك فيلوس كويسة جدا من ناد الزمالك فأنا الطريقة اللي مشي فيها من ناد الزمالك هي دي اللي بزعل يعني جمهور منه لأن جمهور هدف له كتير جدا وكان واقف جنبه فهي المشكلة دي الوحيدة في دي الطريقة اللي انت مشيت فيها مش كويسة كنت ممكن تستنى لما الموسم يخلص وتقول لهم أنا مش عاوز زعالت منه الزمال كويسة بالزبط كده غير عبدالله السعيد عبدالله السعيد ما مشي من الأهلي عبدالله السعيد كان منتهي عقده فالزمالك ما جيه يتواصل معه أو أي نادي تاني ده من حقه بس ما نفعش عقدك ساري وتفسخ عقدك من طرف واحد وتمشي كابتن محمد بعد إذنك انت بتتفائل وتتشأم؟ لا يعني التفائل والتشأم ده مش عندي قوي بس يعني نتفائل الخير دايما طي جمهور الأهلي متفائل بحدث يعني تعرف أن أول بداية أبو تريكا مع النادي الأهلي سجل هدفين في نادي طنطة طنطة تمام؟ تمام كهربى نفس الكلام أول مباراة له مع النادي الأهلي ويسجل هدفين في نادي طنطة هل التفائل والتشأم لو دوره هنا بقى مع جميل؟ ممكن ممكن ولا أنت مش حابب موضوع التفائل والتشأم؟ لا أنا دايماً بتفائل الخير يعني دايماً بتفائل الخير إحنا بتعودين كده يعني التشأم ده بتاع يعني بتاع الشطن ما أحبش أتفائل ألا الخير دايماً بأحظن الظن بالله تمام ودايماً كل واحد بيسعى لأقسم عنده تمام لو ما فيش توفيق صدقني برضو خير لك ممكن وعسى أن تقرأه شيئاً وهو خير لك طيب فحدة التفائل والتشأم دي أبو تريكا لعيب كبير طبعاً وهو في الترسانة لعبته ضده برضو وتشارف الله لعبته مواصم عديدة ضده لأ من يومه لعيب مميز طيب فحدة التشأم والتفائل دي يعني ممكن بمهور الأهلي كيف تدب بمهور مصر بقى بالزبط كده الشعب المصري يعني يعني بيحاول بيحاب الحاجات دي آآ فأتمنى توفيق للجميع إن شاء الله بدون أي غلط لأي حد طبعاً آآ طبعاً وبعدين ده كله بيعود على الرياضة المصرية النهار ده تقلق شكبالة تقلق كهربا ماذا بيعمل منتخب مصري قوي يا كابتن محمد بالزبط بعيد بقى عن أهل وزمالك بالزبط لأن للأسف للأسف فيه فجوة كبيرة جداً محمد صلاح بيبعد فجوة كبيرة جداً ما بنلاقيش حد بديل له فأتمنى إن شاء الله للمجموعة اللي جاءة ومصطفى وفتحي برضو الفترة اللي فاتح فيه إن شاء الله بدأ كويس بإذن الله بامتداد لمحمد صلاح بإذن الله طيب برضو مع لسه مستمرين مع نادي الزمالك ونرجع لحالة الجدل هل الزمالك سيخد مبارات الصبر وهيسافر إلى قطر أم هناك رأي آخر بسيادة المستشار المرتضى منصور طبعاً قرار الأول الأخير لسيادة المستشار المرتضى منصور تمام بس هو رفع الحرج على زمالكواية كلهم لأن وحول الموضوع حول الدفع كلها لاتحاد الكورة لأ لدولة 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 لأن يعني هو شايف اللي الموضوع فيه يعني بعيد عن عن الكورة القدم شوية يعني يعني ملمس معه شوية سياسة بالزبط كده ف يعني هي المشكلة حاجة أنت ممكن تعتذر عن أي مباراة بس المشكلة توابعها إيه أنا شايف توابعها مش هتبقى طبعاً مرضية الجماهير للزمالك ولا حتى للمستشار المرتضى منصور وقال إنه بيحب النادي جداً وحب مصلحة النادي ولا حتى أعضاء مجلس الإدارة تمام واللعيبة على فكرة يعني دي برضو بطولة كبيرة يتمنى لهم يحصلوا عليها تغير غرامات والإقافات يا كابتن محمد بطولة اللي انت وصلت فيها اللي انت موجود فيها اللي انت فيها آآ آآ فيعني دي مشكلة كبيرة جداً فهو إن شاء الله أتمنى بإذن الله أتمنى إن شاء الله اللي الموضوع يعني بإذن الله كل التوكين للزمالك ويرجع لنا بالصغر بإذن الله لأن أنا يعني عاوز أقول حاجة منتخب مصر لو وصل كاس العالم في قطر 2022 هاي سفر؟ هاي سفر؟ طبيعاً انت لازم تسفر فدي حاجة ودي حاجة احنا رايحين نمثل مصر وإن شاء الله نشرف مصر وناخد البطولة هناك وإذن الله بطولة غالية النادي زمالك وجمهوره بإذن الله ألو معنا المداخلة الأستاذ طاهر ألو 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 سعر الله عليكم عليكم السلام اتفضل يا أستاذ طاهر إزي حضرتك كبير الحمد لله تمام الله بالنسبة لسؤال الحلقة اتفضل يا أستاذ طاهر معايا الله خليك بالنسبة للوهيد أزارو وهو كده يعني أدى الرشالة بتاعته ومتشكلين ليه ونتمنى له كل خير في أي نادي تاني إنت أهلاوي يا أستاذ طاهر الأول أهلاوي من 75 تمام يعني إنت شايف إن خلاص أزارو كده معاك شلو فرصة في النادي الأهلي لا 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 كده كفايا ومتشكلين ليه اللي هو عمله معنا ونتمنى له كل توفي طيب وصالح جمعة صالح جمعة ممكن يدلو فرصة وممكن يعني شوية أو يطلع عارة أو كده يعني يدلو فرصة كمان طب هو هل هيستجيب صالح جمعة لغرامات وإيقافات بعد التصريح اللي عمله في موقع في الجول لا بي ترجع لشخصيته بقى إذا كان هو ما يستجيب لا مع السلامة يستجيب ويتبع مبادئ النادي ويتبع أهلا وسلام به غير كده لا تمام أشكرك أوصوص طاهر معايا لسي محمد جمال تحب تسأله في أي حاجة واضح إن الخط أفد يعني أنا عليها تعقيب برضو موضوع أزاره ده أنا شاف موضوع أزاره ده يعني أنا شافه اللي هو ماشي مش فني موضوع مش فني أزاره يعني أنا يعني لو على المحترفين لو أنت هتضحب المحترف متهيق لي جرالدو ده أكتر واحد ممكن يمشي أول واحد ممكن يمشي جرالدو جرالدو ليه بيلعب في مكانه عدد كبير جداً من اللعيبة جداً وليس سليمان والشيخ وحسن الشحات وحسن الشحات ورمضان وقربة وحسن منه بصراحة فموضوع أزاره بصراحة كان لغز كبير جداً لإن كمان مروان محسن يمشي على سطر ويسيب سطر تمام فأنت هتجيب مهاجم سوبر أنا معنديش مشكلة بس لازم يقب عنده ما تغلطش غلطة الزمالك السنة اللي فاتت ممشي كاسونجو وعندكش البديل ما كانش عندك بديلة لخالد بطيب بس تمام وخالد بطيب أوقات كتيرة فبقول لحضرتك الموضوع لإن أنا كواليس أنا عارف الموضوع أزاره مش فني لإن سلوكي لإن فيه حصلت مشكلة كبيرة جداً هناك مع كابتن سيد عبد الرحفيز هنيجي لوقتها ومعنا سؤالها تمام بس برضو في عجالة طالما بقى تكلمنا عن أزاره شايف إنه ممكن نروح الزمالك يا كابتن محمد بصراح أزاره لعب يعني فرود كبير وعلى فكرة يعني مدام بيوصل وبيضيع ما فيش مشكلة يعني برضو الراجل خبرته مش عالية أوي لسه بسنه مش كبير 22 سنة لسنة أوي لسه عنده بصراحة أنا أتمنى اللي هو يروح نزيل لإن الفراو ده كويسين جداً جداً ولوه مستقبل كبير تمام طيب بمناسبة الصفقات برضو الأهلي بيتم صفقة أليو باتجي باتجي تمام اللي هو جايب مكان أزاره 22 عام 189 سنتي لعب لتلتة أندية يعني الدور النامساوي أيوة والسويدي أيوة السويدي وكاسة بورت السنغالي هو بدأ في السنغال طبعاً وأنت حضراك عارف اللعبة المميزة دي أحسن حاجة في البلاد الأفريقية تمام هو الولد ما بيطلع 16-17 سنة ومميز أي احتراف بيجيله برا بيطلعوه تعرف قيمة اللعب ده كام يا كابتن 2 مليون يورو 2 مليون يورو يعني كبيرة بس كبيرة أنا شايفه رقم كبير كبيرة بالنسبة للجنيه المصري بس بالنسبة للبرا يعني 2 مليون يورو للعب مميز في أوروبا الموضوع بالنسبة لها زي هنا 2 مليون أنت عندك ولد جميل جداً في نادي الزمالك مصطفى محمد ده ما كلفش النادي مثلاً ابن من أبناء النادي لا ابن من أبناء النادي دي بقى حتة السياسة بقى اللي جاية إن شاء الله في نادي الزمالك لازم أنظر لقطاع الناشئين عندي شو بيوفر عليك ملايين ما هقول لحضراء الحاجة أنت حضراءك قلت الحاجة كويسة نادي الزمالك دلوقتي أنا شايفه السنة دي بالذات مع كابتن أمير مرتضى منصور بدأ يركز تمام مع اللعيبة التسعة وتسعين وخد خبرة في موضوع مصطفى محمد اللي هو مصطفى قعدنا سنتين نعيره مرة في طنطة وأذبت نفسه ومرة في الجيش فطلع لعيبة مميزة يعني القطاع الناشئين في الزمالك بصراحة السنة دي عمل طفرة كبيرة جدا أنا أتشرف إن أنا عضوه في اللجنة الفنية فيه تمام بدأها كابتن غنم سلطان ثم كابتن أصمرعي وكابتن طرق يحيا ودلوقتي يعني رئيس القطاع كابتن متحطاب هادي أتشرف إن أنا لعبت معاه في الدرجة الأولى يعني حاجة جمدة جدا معاه كابتن أمير عبدالعزيز عاملين شغل كويس جدا مطلعين أكتر من ست لعيبة مميزين جدا نعب في الناس الزمالك دلوقتي من أولهم أحمد عيد حضرك شايفوا لعب ماتشين وعده بشكل كويس جدا وإحنا مستنين من أحمد أكتر من كده وتركيزه أكتر من كده عار أربع لعيبة اثنين لطنطة واثنين لأسوان عشان يلعبوا بدل ما هم بيلعبوا في فرقتهم تحت أو بيتمرونوا في الدرجة الأولى بس لا يستووا بمعنى الكورة عندنا يستووا كويس جدا ويلعبوا بشكل كويس ويرجعوا للنادي زي ما عملنا مع مصطفى محمد بالزلط معانا مداخلة كابتن سعيد الشناوي مساء الخير يا سيد أحمد ومنور أنت اللي منور الدنيا يا كابتن سعيد منورين الشاشة كالعادة وتحياتي ليك والكاريزمة والشياكة الجميلة والبرنامج الأكثر مشاهدة والقناة الجميلة قناة الصحة والجمال وأخوي أو حبيبي وطبعا زملكة وأعرف ولا لأ وكابتن أحمد جميل وبمسي على الغائب الحاضر كابتن أحمد صلاح وكل صناع النجوم في نادي الزمالك اللي متنتظرين منه وميطلعون الأجيال الجميلة في عجالة قبل ما أجاوب على سؤالتها حضرتك كالعادة عاوز أقول لكابتننا الجميل صنع النجوم في نادي الزمالك ولنا الفخر أننا زملكوية والشعبية العريضة والكبيرة داخل وخارج مصر القطاع النشئين فهو جال كابتننا الجميل المدرب أو الصانع وهو عندي أهم من المدير الفني للفريق الأول هذا هو صانع النجوم من الأساس يعني لما نجي نبني الهرم بنبدأ من القاعدة وأنتم بلاي الأهرمات من القاعدة الأساسية في كرة القدم في مصر وإحنا بنعاني في صناعة كرة القدم في قطاع النشئين في مصر المدرب في قطاع النشئين ضمير واللاعب أمانة فإذا غابت ضمير ضاعت الأمانة فأنا بتمنى إن شاء الله إن إحنا نرقى وإن المصر المتظم منصور يهتم وينزل كما قلنا قبل كده لقطاع النشئين يهتم بالمدير الفني وبالصانع القطاع النشئين وباللاعب أطبع الموضوع ده موضوع كبير كابتن أحمد المفروض يتكلم فيه ثلاث أيام مع بعض طب أنا كنت عاوز يعني عشان الموضوع ده أنت عارف إن الموضوع يطول شرحه زي ما بيقوله أنا قلت خبر كده حصري في بداية الحلقة مش عارف إن كنت متابعنا أو لا واضح إن الخط برضو فسد كابتن سعيد الشيناوي ده حد جميل جدا وهو صاحب مبادرة الاحتراف الخارجي وإن شاء الله علاء ده كل لعيب مصر إن شاء الله كل نشئين مصر هيبقى لهم فرصة في الخوض في تجربة الاحتراف الخارجي إن شاء الله أتمنى كابتن سعيد بيتكلم بصفة يعني كأنه عليه أمر لكل اللعيبة النشئين دي أتمنى إن شاء الله لأي لعيب موهوب ياخد حقه إن شاء الله في لعيبة كبيرة كتيرة كانوا في النشئين معنا ومنتخبنا في أولعاب كاسعالة للأسف ما احترفناش جاء علينا فترة في سن 17 سنة 18 سنة كنا طلعنا برة في أوروبا كان الوضع ثلاث خالص آه طبعا ده اللي إحنا بنسعاله إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أي ناشئ مميز ياخد حقه بإذن الله طبعا عشان نقفل بقى موضوع أليو ديانج إنت شايف من وجهة نظرك هيرتدي أليو باتجي إنت استغربت من أليو ديانج آه ده أليو باتجي هو اللاعب الجديد للنادي الأهلي هيرتدي القميص رقم كيم يا كابتن محمد أكيد لو أظهره مش إنه رقم 9 وأنا كنت عايزة أسمع الإجابة دي آه لو أظهره مش بس يعني أكيد هيرتدي القميص رقم 9 أكيد لإن أظهره هيمشي وهيقبل رقم ده ممازه وهو فرود فالفرود بيلبس لتسعة العشر طيب حضرتك بالنسبة هل يتتوقع يعني هو مثلا أحرز ستة وتلاتين هدف خلال مية وخمسة مباراة تمام ودي نسبة بالنسبة للفرود أولاية أولاية لشواء لأنه اللاعب هو صغير برطب لعب الصناعي هو صغير هل في النادي الأهلي تتوقع له مثلا في الموسم ده يبقى هداف النادي الأهلي وهو لو جي نص موسم من يناير لحد النهاية الدوري يبقى صعب لو هو مميز هيجيب من 10 إلى 11 جول من 10 إلى 12 هدف في الموسم في نص الموسم في نص الموسم لو هو مميز جدا لو هو متوسط أو عادي من 5 إلى 7 وده أنا شايفه اللي هو يعني هنلعب حولي 18 مباراة فالفرق اللي هيلعب 18 مباراة وحيجيب أو 17 مباراة وحيجيب فيهم خمس تجوار أو سبعة وإنت جاي محترف للأسف زي اي حدف لا الصفقة فشلة يعني أنا شايفه ده من 10 إلى 12 جول أنا شايفه اللي هي تايبة صفقة مميزة بالزبط ونقدر نقول إنه لو أحرز مثلا فوق الاثناشر هدف إنه هو صنع فارق لنادي الأهل وعوض غياب أظهره أو عوض عدم وجود أظهره في نادي الأهل الكابتن تامر عبد الحميد نجمة القلعة البيضاء وده نجم كبير طبعا في نادي الزمالك قالك إنه أفضل تعاقد من نادي الزمالك تامر عبد الحميد دونجة اللي هو في نص الملعب ولا تامر عبد الحميد الباكريت في اتنين لا دونجة دونجة آه تماما تماما أفضل تعاقد لنادي الزمالك مع أحسام حسن مهاجم سموحة ومحمد الصباحي لعب أسوان إيه رأيك في التعليق ده طبعا كابتن تامر نجم كبير في نادي الزمالك وأحرز بطولات عديدة وتشرفت اللي أنا لعبت معاه واخدنا بطولة مع بعض قبل كده بطولة دور عام وبطولة أفريقيا جول اللي هو جابهن ده في نهايك أفريقيا في أفريقيا واخدنا بين بطولة وطبعا له قراءه الجميلة هو كازمالكوي أكيد بيهتمنى أي لعب مميز اللي هو يقبأ ضافه لنادي الزمالك حسام حسن في سموحة ومحمد صباحي في أسوان بالضبط لو كسونجو جه متهيال حسام هيقبأ صعب ييجي دلوقتي أنا شايف في بداية الموسم ممكن يقبأ هو حسام حسن سموحة فرود ولا نص ملعب لا فرود فرود لعب منتخب مصر الفترة صعب عليه يعني بتالي كده يبقى ممكن تتأجل بعد كده تتأجل لو كسونجو جه أسوان زمالك كده كده يا فندم ما عندهوش علا مكان واحد أيوة صح فهو المكان لكسونجو معانا الأستاذ رجب بس تأذينيك يا كاتف محمد ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي ليك يا أستاذ أحمد تحياتي الزيافة في الزمالكاوي الزيافة رجب لقصر لقصر بلدنا بقى بلد سياح والعملية التاحة كل حاجة نجد بمقامة الرئيس السيسي والله طبعا في ظل وجود السيد الرئيس عبد فتاح السيسي انتو معملوكم اللازمة يا أستاذ رجب والله ربنا يبارك لنا فيه هو في صراحة يعني بمهاد الله يعني خلعنا الله هو أكبر اللهم نصلي عن نبي ربنا يخلينا ليه والمصر وكل هاتيه طب انت هتعزمنا في اللقصر وامتى أستاذ رجب انا اتمنى اتمنى ان كنتوا تيجوا واجيبوا فريق الاعداد المحترم اللي هو بتخش عليه ولا بيقولك انت اهلاه ولا زمالكاوي ولا هتقول لي يا حايفة فبشكوا فريق الاعداد بتاعكم المحترم وقناة صحة وجمال وانا سعيد جدا اول مداخل اعملها معاكم واحنا تحت عمرك واحنا بنتشرف بك يا أستاذ رجب في برنامج الكرة والجماهير وشاشة الصحة والجمال والله بحقيكم وانا سعيد ان اهدا لنعمل مداخلة في خناه حرة ما بتقولي شيء حتقول ولاي حتعيد فريق محترم واحنا احنا سعداء بك يا أستاذ رجب ربنا يبارك لكم بالنسبة انا عاوز اتكلم ان الكابتون مصطفينوس طلوع على خرامش اقولك عليها بيقولك الدوري تحزب من الاسبوع العاشر تمام ده تختين نمرة اتنين عاوز اجي بالنسبة للدوري ومجموعة ابطال الدوري بالنسبة للاهلي الاهلي طبعا تلاتاشر بتلاتة وتلاتين نقطة في الدوري ناجي في دوري العبطال حلاجي فرجة الناج اتهزمت في تونس فرجة الهلال اتهزمت في السودان فرجة الاهلي ما اتهزمت وبرغم جدا الفرجتين اللي حايف عضو ما نلعلوش مني اللي هم يعني مية في المية الناج والهلال السوداني فاذا الظروف لقبت يعني انت شايف ان الاهلي المصري مش هيصعد بالنسبة لانا شايفوا ان في الدوري غير في الدوري عبطال الدوري بتاع افريقيا شايفوا في الدوري عبطال افريقيا مش الاهلي اللي بيلعب ده بدليل على ان الفرج الدوري بتيحلي كده تعبانا طب انا حاسس ان اللهجة بتاعتك كده يا سراجب اقرب للسودان ايه رأيك في الموضوع ده؟ ملايان بسوداني ماشي عاسس راجب انت نورتنا وشرفتنا شكرا لك عاسس راجب شفت الصعيد جمالي ازاي يا لقصر جمال اه طبعا انا اهل الصعيد احنا انا رحنا الصعيد في اختبارات السنة دي واعادنا في الصعيد فترة اهل كرم كبير كلهم واعما رحنا لقصر واسوان واحنا في الناشئين ومكبرنا انا فاهل كرم وبفهموا كرة جدا على فترة بس هو بيبشرنا بشرة ان اللي هيصعد الناجم والهلال السودان يعني لا انا شايف ان شاء الله ان شاء الله زماني كل اهل هيصعدا من مجموعاتهم ان شاء الله في حالة جدل في مورات الاتحاد السكنداري وبرامت والكابتن إبراهيم نور الدين احتسب هدف للكابتن عبدالله السعيد وده الهدف رقم 100 للكابتن عبدالله السعيد في الدور المصري انت شايف هل الهدف ده صحيح ام لا استحقه لان اخر واحد هو اللي لمس الكورة حتى لو جد في عماد ودخلت هو اللي شايت الكورة حضراك طبعا عارف ان الكابتن عبدالله هو رقم 9 كده بيدخل نادي المئة اه فعلا طبعا كابتن حسن الشازلة اللي ارحمه ده نمرة واحد ده كان اسطورة كابتن خطيب طبعا كابتن احمد الكاس كابتن جمال عبدالله حميد محمد ابو تريكا ابو تريكا اه هو اخر لعب دلوقتي الكابتن عبدالله السعيد بالزبط كده فهو من الناس المميزين جدا وشرف لاي لعب اللي هو يدخل نادي المئة من عظماء اه انا بتكلم بس يعني عاوز ادي يعني عشان انا برضو لعبت في نادي الترسانة اخر سنتين اللي اياه بعد المعاونين اتشرف كابتن حسن الشازلة اللي الله ارحمه كان قيمة كبيرة جدا الناس اللي ما تعرفوش تمام عشان انا عشرته اخر سنتين اللي اياه وكان وانعمة الاب وانعمة اه الاخ الاكبر اللي هو بيددي كل حاجة احنا الناس ما ادنوش حقه الراجل في سنتين جايب السنة الاولى اتنين وتلاتين جول فاربا احتاشر ماتش ده رقم كويس اربا احتاشر ماتش دوري كان ايام زمان كان بيقى بيقاش مثلا بالعدد الفرق ده بالزبط كده بالزبط كده يعني فابققول لحضرتك جايب السنة اللي بعديها جاب اربعة وثلاتين جول دي كانت حاجة طفرة جدا اي حد ومت هيقلي مت هيقلي ما فيش حد بعديه جابهم لان اكتر واحد جاب بعد كده هداف دوري كان بيقى اتنين وعشرين جول فكابتن حسن شازن اللي رحمة الله عليه الله يرحمه الله يرحمه كان من اساطير كورة القدم طبعا كابتن حسام حسن نجم من تخم مصر ونجم التدريب دلوقتي احسن فرود انا شفته وفي حياتي بصراحة سواء بقى في الاهل في الزمالك في كل حال حتى في المصري وانا اتشرفت اللي انا يعني لعبت معاه في نادي الزمالك سنتين واخدنا بطولاتك عديدة فيه هو اسراره عالي جدا وانا تعلمت منه حاجات كتير معانا برضو مداخلة من حد عزيز علينا قوي السازة يا رضا من اسماعيلية اتفضل يا سازة رضا سازة رضا السازة الديستي سامو عليكم عليكم السلام سازة ازحمد حبيبي يا سازة رضا تحياتي لحضرتك اهلا بحضرتك وتحيات جمهور اسماعيل تكون لحضرتك للزحم ده الدرويش دول على دماغنا طبعا ربانا يخليك للزحم ربانا يخليه يا أستاذ احمد حضرتك حضرتك يعني ايه يعني بتمنى من حضرتك تكون قائف شوها من جمهور اسماعيلي والنادي الإسماعيلي ده يبقى شرف لنا لا بجد دي حقيقة مش عشان احنا على الهوى نادي الاسماعيلي برازيل مصر بس اللي بيحسب الاسماعيلي دي ازاي ما يكون مؤمرة لمحوة هوية اسماعيلي مين صاحب المؤمرة رأيس النادي ازاي رأيس النادي ده بيعتبر يعني هو يعني اسم كبير وحد بقيمة المهندس ابراهيم عثمان يعني متهيالي تاريخ كبير تاريخ طبعا على رأيك كابتن محمد جمال بس خلاص هو فشل في المحلة دي ليه ده فيه صفقات فيه صفقات جاية النادي الاسماعيلي يا كابتن رضا لأ صفقات كلها فشلة طب ليه حكمت عليها بالفشل ده لسه ما نزلتش الملعب تدقني ما هقبط لعيبة مبطلة مبطلة او مصابة ما بيش طبقات كوياتة بيجي الاسماعيلي طيب تخلينا نصبر ان شاء الله وننزل وان شاء الله البشمهندس ابراهيم عثمان يتابعنا وهو انا اعرف ان هو لا يتدخر جهدا في خدمة نادي الاسماعيلي يا اوصر رضا شكرا يا اوصر رضا على المدخلة وان شاء الله هننزل نادي الاسماعيليا ان شاء الله جاءنا الان يا كابتن محمد خبر جميل جدا من اتحاد القورة انه اعلن اتحاد القورة تأجيل مباراة الاهلي مع امبي والزمالك مع المصري نظرا للمشاركات في الافريقية ولاجل غير مسمى ايه رأيك في الخبر ده انا شايفه اللي هو ده لست نازل منذ قليل انا شايفه اللي هو كويس جدا عشان الزمالك والاهلي المواطشات اللي هتقبعوا واربعد دي ايوه هيقدروا يركزوا لان زمالك والاهلي في المركز التاني ومتحيال المباراة اللي جاية لكل واحد فيهم عنق زجاجة هنا زمالك هلعب مازمبي ايوه والاهلي هلعب النجم الساحلي وانا شايف ان شاء الله لو بنت او بنت او تلت بنت من المطشين دول للاتنين بنسبة كبيرة الزمالك لو تعادل صعد بإذن الله بشكل كبير الاهلي برضو لو لو تعادل ممكن هيصعب على نفسه لان المطش التاني الهلال السوداني في السودان والهلال السوداني هيلعب الفرقة الضعيفة لو كسب هتقبع مشكلة كبيرة فانا شايف ان شاء الله بإذن الله الاتنين يقدروا يصعدوا بشكل كبير ونفرحوا ويفرحوا ريضا ودي حاجة كويسا متحاد الكورة برضو اللي هم قدروا يوفروا لانه قبل كده كانوا قيلين اللي احنا مش هنأجل فضغط المباريات اللعيبة المميزة اللي بتلعب باستمرار ممكن يحصل لهم إصابات فانا شايف قرار موفق جدا من اتحاد الكورة انا من خلال برنامج الكورة والجماهير احنا بنشكر لأستاذ عمر الجنيني ورفاقه اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لقرط القدم باستجاباتهم السريعة لنادي الاهلي ونادي الزمالك لان طبعا هم بيمثلوا مصر وبيلعاوه باسم مصر فكان هيبقى كتير قوي اللي انت تلعب تسعتاشر واثنين وعشرين وستة وعشرين فيعني نظرا للجهد والحس الوطني لاتحاد الكورة المصري تم تأجيل مباراة الزمالك الاهلي مع امبي والزمالك مع المصري لبداية الدور التاني وان شاء الله كل التوفيق لاتحاد المصري لقرط القدم وللرياضة المصرية عندنا خبر كابتنان محمد بصراحة لازم تقولوا وبدون دبلوماسية لان جمهور الكورة والجماهير ده غير اي جمهور على فكرة برنامج الكورة والجماهير جمهورنا غير اي حد احنا في حتة تانية خالص لا ان شاء الله الواحد بشفافية ان شاء الله وانا متعود ان انا طبعا دي عدتك طبعا يا كابتن محمد كابتن احمد شبير يعلن ترشحه للاتحاد المصري لقرط القدم ما تعليق حضرتك طبعا انا كابتن احمد شبير قامة كبيرة جدا انا مقعد الرئيس على فكرة طبعا كابتن احمد ليه خبرات عديدة قبل كده واجل كابتن منتخب مصر وليه خبرات عديدة في الادارة وقبل كده مزك نائب رئيس مع كابتن سامير زاهر وكان عمل طفرة كبيرة جدا وحصلنا اياميها على بطولات عديدة بطولات افريقيا اللي ورا بعدنا مع كابتن حسن شحاتة فكابتن شبير قيمة كبيرة جدا بس انا اتمنى كابتن شبير طبعا يعني يفرق ما بين ميول وشوية لان ساعات يعني كابتن شبير بيطلع يعنينا هعلني اللي هو ميل اوي للنادي الاهر وده يعني ده طبعا في كل حاجة انت ممكن تتمنى بس فيه ظروف معينة لازم تقبأ فير فيها اوي ولازم تقبأ امتمي لفريقك كيفما شئت بالزبط ولكن في الشغل زي ما حضرك بتقول طبعا صح يتعمل طبعا كبيرة كبيرة مش هنقدر نتكلم كابتن احمد شبير كابتن احمد شبير اعلامي جبير جدا اعيد بس هل اعلان ترشحه في الوقت ده يعني بيمارس ضغوط مثلا على الاتحاد المصري اللي موجود دلوقتي ولا هو عامل قايمة ولا يعني الدنيا من حقه كابتن شبير طرشيح ده حق مكفول للجميع كابتن احمد ولكن يعني ما احنا عايزين بقى وجوه جديدة فين الشباب اللي هتطلع الجديدة وفين الناس اللي هتدير يعني انا شايفين الاستاذ عمر الجنيني دي بداية جديدة جديدة له طب وليه ما يترشحش الاستاذ عمر والمجلس ده يكمل ممكن يعني ليه لا يعني ليه لا يعني هو يترشحه كمان يعني هو كابتن شبير لوحده اللي هترشح ممكن اي حد يترشح لا اي حد يترشح بالزبط كده وممكن يعني ممكن الاندية اعضاء الجامعية العمومية للاندية كلها ممكن تقعد مع كابتن عمر الجنيني وتقول له منتو مشيتوا بشكل كويس احنا عايزين نجدد الثقة فيه بالزبط كده فممكن دي بقى يعني دي هتبقى استفادة اللي هيقبقى كفتين كبار جدا وان شاء الله اللي ربنا يوفقه هو اللي يقبقى فيه للصالح العام للكرة مصرية انا سعيد جدا بإيجادتك يا كابتن محمد ربنا خليك بجد والله لا والله يعني زملكاوي جميل محترم والله وقلت وجهة نظرك وديت للراجل حقه يعني بالزبط كده وكابتن شبير انا اتعاملت معايا كتير جدا خبرات عنده خبرات كتيرة جدا وكلنا بنتعلم منها بالزبط كده بالزبط كده مفيش حد كامل لك كل واحد بيصيبه وبيخطئه واتمنى كل واحد يتعلم من اخطئه والحاجة الوحيدة اللي انا بتكلم حضرتك فيها اللي هو لو الميول ده يبقى دعني شوية انا شايف اللي هو هيقبى مميز جدا من الفترة الجاية ان شاء الله ان شاء الله وكل التوفيق لرياضة المصرية كابتن محمد بإذن الله فيه طبعا حضرتك سمعت ان فيه تجربة الفر هتطبق من الدور التاني اتمنى بصراحة يعني طب انت شايف هتقضي على اخطاء التحكم المصري يعني بنسبة بيرك بنسبة بيرك يعني يعني احنا باشهر برضه فيه قرارات كده الكرة بتقبى سريعة قوي وانا كنت لعيب كرة وعارف ممكن الحاكم في لحظة بيحق قراره غير اللي بيقعد على الانتريو وبيتفرج وقدامه كاميرا وقدامه عادة وبنختلف حضرتك ممكن تختلف فانا شايف اللي هي هترفع الحرج عن الحكام لان الحاكم مهما كان بشر بشر وغير كده كمان ممكن واحد بيجي يقولك الحاكم ده مميال الاهلي او للزمالك استحال اللي هو يغلط يا جماعة بص يعني مدرق اللي حبص كحاكم او مدير فني او مدير فني صح كان بيلعب في نادي كبير او لاعب وراح بيلعب ضد النادي صح مفيش حد بيتمنى لحد يبقى حسن منه مزبوط ممكن يغلط بس احنا بشر بيغلط غصب عنه بس انا سعدتي بقى دلوقتي ان انا بسمع الجملة دي من الحد زمالكاوي اه مالو زمالكاوي زمالكاوي ربما عايشين جو المؤامرة والتحكيم التحكيم يعني نا معنا بقول لحضرتك انا كالعيد كورة سابق انت حضرتك بتنصف التحكيم بقى طبعا طبعا بديله حقه لان احنا بشر احنا بشر طيب حضرتك تقول الو يا كابتن محمد الو 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 ايوة مين الو 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 ايوة انا مريم شكر يا كابتن هو لازم تقولي اسمك يا مريم مريم شكر عرفها عدوا جميع ومية افنانة الزمال والله اه طبعا بس احنا ما شاء الله احنا حاجة وتمانين الف مش كلنا هنعرف بعض زيك يا مريم منورة البرنامج تحياتن كابتن احمد جمال لا محمد كابتن محمد جمال يا مريم انا عشان كده بقول لك احنا مش احنا مش اشتحك يا كابتن اخبارك ايه يا مريم متابعة الحلقة ولا لا يا مريم اكيد طبعا متابعة طيب ايه رأيك النهاردة انا حلقة جميلة جدا انا ما بصوتش حلقة لك يا كابتن حضرتك ايه ربنا يخليكي ربنا يخليكي ايه رأيك في سؤال الحلقة بقى عايز عرف اسمع منك ايه رأيك في سؤال الحلقة النهاردة ايه رأيك في سؤال الحلقة عايز اسمع الاجابة من حضرتك اسمع من التلفون يا مريم وط التلفزيون يا مريم وطي 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 طيب انت عارفة سؤال الحلقة يا مريم ولا لا السؤال السؤال هل ازاروا صالح جمعة هيكملوا في النادي الاهلي لا يا كابتن مش هيكمله مش هيكمله لا مش هيكمله طب انت عايزهم طب هم هيستحقوا فرصة تانية يا مريم ولا لا لا صالح جمعة بصراحة ما يستحقش فرصة تانية طب وازاروا وازاروا برضو ما يستحقش فرصة تانية عشان انت عاوزهم يروحوا الزمالك انا عارف لا انا عاوز ازاروا ومش عاوز صالح ذاروا عسل يا مريم لا وصالح على فكرة صالح من لعيبة اللعبيرة جدا اه طبعا لعبيرة جدا وانا شاف اللي هو الظلم في النادي الاهلي على فكرة اه شكرا يا مريم على الاتصال ونتمنى ان نسمعك في الحلقة القادمة ان شاء الله اه تشايف ان ازاروا انت مقتنع بيا كابتن محمد جدا لا وصالح جمعة كمان صالح جمعة من لعيبة الموهوبة جدا اه انا شاف اللي هو الظلم لان افشا جيه فترة هو كان متقلق فيها فافشا لعب وركب لغة الكرة عندنا ايه فلعب بالشكل الكبير وبعدين يعني صالح فيه عيب بسيط اللي هو ما بيقبى بعيد عن الملعب ايه بيقبى مش ملتزم شوية ممكن هاجيلك لازمة صالح جمعة برجو دلوقتي اه فانا شايف انا وجهة نظر الملعب لو لازم الاهل يطلعوا عارة يلعب خلاص معاك شاهدك الاهل بالزبط كمان لان مكانه كمان يعني فيه ناس كتير فيه العيبة كتير والطريقة الجديدة بتاعت الاهل بصراحة يعني ممكن بصالح مش هيشارك بصفة اساسية فانا اتمنى ان شاء الله يعني انا كنت سامع اللي هو هيروح الاسماعيلي ده خبر ده حصري وهو وافق بالفعل وممكن وعلى فكرة كرة الاسماعيلي تناسب الكابتن صالح ممح بالزبط كده بالزبط كده وانا شايف الاسماعيلي بصراحة نادي كبير جدا احنا عاديين نجدله حقه باشمواندس ابراهيم واسمون بازن الله يعني الفترة اللي جاية دي يقدر يعمل صفقة او صفقتين بتموح جمهورنا ده الاسماعيلي الاسماعيلي ما يقلش ما يقلش معانا مدخلق او اسم محمد اتفضل قلو قلو يا كابتن احمد ابو حميد منورة كابتن احمد انت وكابتن محمد ده نورك ابو حميد ده الاول شده باشكر برنامج كرة والجاميرا على موضوع الاحتراف بداخل نشيين اللاجانة شكرا والتاني حاجة بالنسبة للسؤال ان انت اظهروا صالح جمع ان اظهروا ان شاء الله يكمل عشان نفضل نفرح كده كجمهور زمالك يعني انت حابب ان هو يروح الزمالك ابو حميد اه نفس يجي الزمالك بس المستوى الاول اتطور مستوي اتطور الاول ماشا ابو حميد ماشا اشكرك على اتصال يا ابو حميد كابتن محمد نرجع لتجربة الفارد هتبقى تجربة ناجحة ان شاء الله في الدول المصري انت شايف من وجهة نظر حضرتك مين اكتر فريق هيتضرب من تجربة الفارد ما بلاش انا عشان بصولها سيدا بلاش يعني انا مش حابب اقولها بس احنا هقولها ككده يعني معظم جمهور مصر شايف اللي الاهلي ممكن يتظلم شوية في الموضوع وجمهور الاهلي برضو هيقول نفس الكلام بس هو الميزة في الفارد ان احنا بنعفل حكم انه مالوش ميول تمام يعني حتى الحكم ده لو لو ميول لقى الشاشة قدامنا بتقول يا باشا ارجع في كلامك بالضبط ما ارجعش في كلامه بقى يبقى هو راجل بقى زي ما انتم بتقولوا يعني فيه علامات استفهام انا بس مستغرب في حاجة واقعة غريبة جدا ان حصلت مطش الاهلي والمقص اللي فات المقصة جالها ضرب الجزاء والحكم حسبوه واللين مان حسبوه لعبة الاهلي تكلموا مع الحكم غير القرار فاول مرة تحصل فار من غير شاشة ما ده حاجة كويس فانا بقول لها حضرتك ما دي بداية حلوة يعني فيه بعديها على طول مش عشان الناس بس تقول اللي انت متحيز ولا حاجة مطش طنطة وزا مالك البنانت اللي جي يعني انا شايفها كمدافع شايف اللي هو اللعيب هو اللي راح لرجل المدافع وتحسبت والزمانة كان هيخسر ساعتها فانا بقول الموضوع يعني انا تمنى الموضوع البارد عشان كل واحد ياخد حقه تمام انت فيه اوقات كتيرة بتقبل مظلوم وفيه اوقات كتيرة بيقبل فرقة المنافسة هي اللي مظلومة فانا شايف كل حاجة تاخد حقها بإذن الله بإذن الله فيه سؤال برضو فيه مشاجرة حصلت ودي حاجة ما حصلتش في نادي الاهلي ازارو مع فايلر في غرفة الملابس في مبورات طنطة بسبب استبعاده وحتى ده ظهر في مثل مران ان ييده فيها جبسة أو حاجة زي كده وجايله عارض طبعا من الاتفاق السعودي هو روافد فانت شايف قصة ازارو دي في عجلة لانه وقتنا بينتهي يا كابتن محمد شايف ازارو ده رايح فين وقصة ده يتروح لي فين انا شايف بصراعا يعني يعني اكيد دارة الاهلي هتفكر لان العيب كويس والعيب دولي يعيلوه يعارى لازم يعارى لانما هيحتاجوه هيحتاجوه لانه سنه صغير سنه صغير وكمان يعني مروان انا شايف اللي هو يعني يعني ماشي كويس دلوقتي بس فيه اوقات بعيد يعني اوقات كتير او بيقب بعيد شوية عن مستوي فلازم بحد مناسب نغد سؤال شريعا برضو كابتن محمد قبل ما وقتنا ينتهي لو انت صاحب القرار في نادي الاهلي هتسمح برحيل مين جرالدو ازارو اجاي ديانج لا انا شايف اللي هي جرالدو لقيد اليوباد باتجي بالزبط مين يرحل من الاربع انا شايف جرالدو لو انا محايد لو انا زمالكاوي اعاوز ازارو لو زمالكاوي عايز ازارو اه لان ازارو انا مستغرش انما فنيا فنيا يبقى جرالدو هقولها لك تاني بس في عجالة هقولها لك تاني ازارو ماشي مش فني من نادي الاهلي مش هيمشي من الاهلي لا ماشي فني مش فني اه مش فني هو ماشي من نادي الاهلي بس انا انا عارف فيه مشكلة كبيرة حصلت في نادي الاهلي بس انا مش حابب اتكلم عليه ولا تقولينا عن اي حاجة هقولك بعد الهوى ان شاء الله طب ازمة صالح جمع رايحة فيه في عجالة لان وقتنا صالح لازم يطلع عارة وانا اتمنى اللي هو يروح نادي الاسمائي اتطفك معاك يا كابتن محمد اه وقتنا معاك انتهى اه حلقة جميلة وانت شطفتنا ونورت البرنامج يا كابتن محمد وانت فيه اسئلة كتير وحضرتك عارف لسه ان شاء الله حلقة جديدة بإذن الله بس ان شاء الله انت معانا انت صاحب البرنامج يا كابتن ربنا خليك عوائدك ان شاء الله يعني كل اسبعين كده ان شاء الله وان شاء الله هنبارك لك فتح ام جيل اكاديمية الجميلة ان شاء الله ان شاء الله تمنى بإذن الله اللي هيكون يعني حاجة كويسة واتمنى ان انا باخدم كل ناشئ يستحق اللي هو يوصل لمكانك كويس متابع الكرة والجماهير وقتنا معاكم انتهى ان شاء الله نشوفكم غدا في برنامج بدون اهداف مع الزميد شريف فاروق والى اللقاء